السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم إن شاء الله رحمة الرحيم رجعت لكم فيديو جديد وقت راح صيفي اللي ممكن تحضره كوجبة للغداء للعشاء للعمال للخراجات ووحدة للمدارس اقتراح لي هو سهل بزاف مكوناتهم متوفرة عندكم كيتحضر في دقائق ويجي لديد ويبغي الكبير وصغير إن شاء الله إن شاء الله اقتراح دي اليوم غدين الإعجاب ديلكم أكيدا لا تنسونيش فقط من لايكات ديلكم للتشجيع ونتزمعكم مباشرة للمكونات اللي يكف مثلكم متوفرة هنا هنا جوج حبات كبار ديال البطاطس حبة متوسطات ديال البصل ثلاثة الحبات أولى جوج ديال البطاطس لحسب الحجم ديالهم طبيعة الحال وعند هنا يكفش شمية 200 جرام ديال لسوسيس هنا عندي هنا لسوسيس ديال لادانت اللي يمتبر نغرب شوية ديال الملحة للبزار أو في يوم المادنوس بطبيعة الحال وكين ديال الدجاج بوحدهم سيك اللي بغيتو ودكشي اللي توفر عندكم ممكن أنكم تعوضوهم غير بالقطاع ديال الدجاج المهم خديت هاد البطاطة هادية وبعد بحركة نينجا قشرت هاد جوج حباس ديال البطاطة والبصلة بطبيعة الحال عندي غير حبامت وسطا كيفشو معي هاد ناخد البطاطة ديالي وغاد نقسمها على أربعة هكا في الطول ومن بعد في العرض وغاد نقطع هكا قطاع هكا ولا شرائح كيف كتشوفوا معي على شكل أربعة طبي الحال لنرى ممكن تقطعوها على شكل مربعات او لمكعبات كبيرة ولا صغيرة على حسب الرغبة ديالكم غاد نقطع البطاطة ديالي وارجع معكم طبي انتم كيف كتشوفوا معي من بعد ما قطعتها مباشرة غاد ناخدها ونديرها هنا يا وحد الميقلات اللي درت فيها زيت طبي الحال ودرتها كتسخل بالنسبة لهذا الطاطة انا اليوم غاد نقلي هكا ممكن انكم تسلقوها على حسب الرغبة يعني ماشي ضروري في هاد الوصفة انكم تقليوها قليوها او لا اسلقوها اللي بغيتو طب غاد نخليها جانبا ونرجع هنايا للبصلة كذلك من بعد غاد نقسمها كعلى جوج نحيي لها ذاك القلب تحت يعني او لها ذاك النباتة تحت وغاد نقطعها كشرائح او لا كيف كتشوفوا معي سوف نديرها فيضراقار فوق نار اللي هي موسطةQue هد مهيلة قم بيuan وتف nächste مناسبة إذا اتم самый بارك لا تقنعها نضيف لها زيت مباتية و نضيف لها ملحة و نحرك فيها و نقلب فيها حتى تنزل على خطرها و تأخذ لها كوحد اللون اللي هو دهبي محمر واحد شوية يعني بحلة تتعسل لكي تطلق هذه البنة ديالها أنا غادي نخليها كيف مكتلكم فوق النار و غادي نرجع هنا الليسوس ديالي أنه يكونوا عندي بدرجة حرارة الغرفة بطبيعة الحال غادي نحاول أنني كيف تشوفوا معي نارا يعني مرخوفين أو لمحلولين غير كنجرها ككل قطعة كنجرها و كنسلتها مع ذاك المصران اللي فيها طبي حالا بويتوا تخليوا كيبقى لكم الاختية أنا كنفطل أن نحيدوا لأنه غير يعني غير كيخليها كالقطعة مجموع بزاف كيخليها قصحة الله و ما بحالك كنسلتها أولا تسلتوها كاملة و تفرتو اللي بغيتو غادي ننحيد الكيمية كاملة و نرجع إن شاء الله باش نكمل لها كدلك طياب ديالها هنه غادي ناخدها مباشرة و غادي نضاعف و قاديك البصلة اللي كيف مكتل لكم و كتخلي واحد تكدبا لها كاكا كتاخد هذا اللون الدهبي يعني كتعطي واحد البنة اللي هي زوينة مباشرة غادي نبدا هنه غادي ندير نار اللي هي مرتفعة كيف كتليكم في الأول كنت عندي نار ما بين المتوسطة و المهيلة و لكن باش نضيف هادلي سوسيس هادو كندير نار اللي هي مرتفعة باش ما كيتلقي لها دهون لمعها حتى شي حاجة كنبقا كنشحر فيها كو كنفتتها مزيان مزيان ما كنزيد ليها حتى شي حاجة طف هنا من بعد ما كالطيب كنحيدها و كنزولها جانبا هنه البطاطة ديالي كذلك هنا طابة تخذت هاداللون الدهبي خفيف ماشي ضروري انكم تحمروها بزاف و نعاود نأكد را كيف مكتلكم و ممكن انكم تسلقوها هنا من بعد ما وجدت لي البطاطة دايما ندرتها فوق ورقنا نشاف باش كنحيد من هاداك الفائد و الزائد ديال الزيت غدين ناخد كذلك الحشوة ديالي او اللي سوسيس اللي شحرنا هم مع البصلة كذلك غدين ناخدهم و غدين نضيفهم فوق البطاطة بهات الشكل هادا و غدين خليهم حتى غدين نزل الحرارة ديالهم شي شوية عدين نضيف لهم باقي المكونات فبعد الاثناء هادي غدين ناخد واحد البول اللي هو صغير و غدين نضيف هنا تلسل الحباس ديال البيض كيف مكتلكم عندي هنا البيض حاجمي هو كبير و دائما على حسب يعني الكمية اللي درتوه ديال الحشوة ديال البطاطة يعني ديال هاد شي كامل كناخد هاد البيض هادا كنضيف لي كدلك غير شوية ديال المنحة كنضيف شوية ديال البزار و غدين نزيد هنا هي شوية ديال المعدنوس و نخلط مزيان ديال هكا بو حد فورشيت او لنطرب مزيان ديال حتى كنفكك هاداك البيض صافينا مباشرة كنرجع نلقاطع مع الحشوة او مع القطاع ديال السوسيس او لدجاج اللي نعود لكم اللي بغيتو كيكونوا بردو و ضروري انهم ميكونوا غير وخي يدفو غير هكا شوية باش من بعد من خلطهم مع البيض يعني ذاك البيض ما يطلقش لها ذاك زفورية وبحلك يبدي طيب اللا يعني تكون هكا شي شوية نزل الحرارة ديالهم صافي كنفرغهم و نخلطك شي كل شي مزيان و من بعد غدي ناخد ميقلات نفس الميقلات اللي اشحرت فيها المكونات غدي نزيد لها واحد شوية ديال زيت هكا يا غير واحد الميل عقا فقط نوزعها مزيان بالنسبة للميقلات اللي كانت عندكم هكا غير مقللية عادية و فيحاولوا انكم تديروا هاد العملية فوق النار يعني المقلات كون عندكم سخونة باش ما تلصقش لكم اما اللي كانت عندكم ميقلات غير لاسيقة فهو خدتكم بردة مش مشكلة صافي كنفرغ الكيمية كاملة في الميقلات و كنحاول انني انقذلها السطحة ديالها او للوجه ديالها بشكل عادي جدا مباشرة غاد نديرها فوق نر اللي هي مهيلة يعني و خدتكم بالنسبة للميقلات اللي هي غير لاسيقة كيف مكتليكم في الاول و خدروها اللي هي بردة مباشرة غاد يدروها فوق نر اللي هي مهيلة اما اللي كانت عندكم مقلات اللي هي عادية فمن الاول حتى تسخنوها و ادينوها بالزيز عاد تفرغوا عليها هذا الشيء او تفرغوا عليها يعني الخالي ديالكم وهي سخونة طف هنا من بعد ما كتبليكم تحمرات او لاخذت واحد اللي هي بها كامل اسفل كتديروها في واحدة بصول و بعد كتقلبوها في المقلات للجهة الاخرى و دائما نر اللي هي مهيلة و كتخليوها تطيب عليها خطر خطرها باش هذا البيض كي يطيب لينا مزيد هنا الحوشوة والطاطا كل شيء عندنا وجد ولكن احنا بغينا احتدت للبيض يطيب مزيد و يتمسك لنا بحال من بره بحال من الداخل كتخليوها غير على نار اللي هي مهيلة احتغذت طيب لكم من الجهات كاملة ففضعتنا ادي اللي درتها انا كالطيب درت هنا واحد العاصير كوكتيل كيفشتوا معي تخليطة ديال فوقيه اللي يتوفر عندكم انا لدينا شوية ديال فرس شوية ديال خوخ مش ماش تفاح و كان عندي حتى البنن في الفريق و عفوان بعد زستوز و استعليهم هنا عاصر ديال بورتوقال تبارك الله رهم موجود في الاسواق وتمن اللي هو رخي انا لنحضرش بهكا مشروبات الوليدات اللي تكون هكا صحية و فيها فوقيه و محضرة منزليا في العاصر ديالي اوجدتو كذلك انا هي كتجيب حالشكل ديال طورتية يعني طورتية هكاية بالصوصيس او لبجاز صراحة كتجي الد و كتجي مغدية اكتر تصفتوها مع ولداتكم هكا المدراسة الناس اللي ختمين يديوها معهم اللي عمل و يديرو هكاية في الباكيت على شكل صندويج تاكلو هكا كواجبة بوحدها كنتو خارجين تديوها معكم هي كتكال باردة دافية و سخونة مماشي مشكل تكالب وحدها تكال هكا لشكل صندويج مع الخبز هكا تديرو هكا ذلك مع الصنصاف صراحة روعة روعة يعني كاملة متكاملة فيها من الخضر فيها من اللحوم من البيض يعني بروتينات فيها كل شي كل شي انا كيف مكتلكم كيبغي وهولادي كبيرا وصغيرا كل شي كيبغيها اتمنى انتو محتاج تجربوها وتعجبكم الى عجبتكم كيف العادة ما تنسونيش فقط من لايكات ديالكم التشجيع شاركوا لي الفيديو مع الاصدقاء و في مواقع التواصل الاشتماعي باشتعمل الفائدة على الجميع بالنسبة للناس اللي كيف صحولهم اشعارات القناة فكيف العادة لغيروا الاشتراك وعودوا اشتركوا من جديد مع تفعيل الجرس كنشكركم دائما على حسن الوفاء ديالكم حسن المتابعة ديالكم بهذا كنكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة شكرا